شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين هناك حديث شريف مروي عن إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذا الحديث لا نعمة أفضل من التوفيق في المجتمع الذي نعيش فيه نشاهد أفرادا موفقين التوفيق له مجالات كثيرة هناك أفراد يوفقون في العباد أنا أعرف بعض الشباب يصومون هذه الأشهر الثلاثة شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان طيلة معرفتي بهم كانوا يصومون هذه الأشهر وهم شباب مثلكم هذا التوفيق في العبادة كان في قوم رجل يقال له الشيخ مرتضى الحائري هذا كان من عشاق زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه وفي كل عطلة كان يروح إلى مشهد نقل أنه وفق في خلال حياته مع صعوبة وضعه وفق إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه ثمانية وستين مرة المحدث القمي مؤلف المفاتيح كاتبين في أحواله على ما أتذكر أنه في طوال أيام العام صيفا شتاءا حرا بردا كان ينهض قبل أذان الفجر بساعتين أو بساعة واحدة ويظل في حالة تعبد وتهجد إلى أذان الفجر هذا التوفيق في العباد أكو هناك أفراد موفقون في التأليف العلامة الحل رحمه الله من نوادر التاريخ ذكروا في أحواله أنه ألف ألف كتاب الآن التاريخ يمر ألف وأربعمائة عام كم واحد عدنا من المؤلفين وفقوا لأن يؤلفوا ألف كتاب لعله لا يمكن أن يعد على أصابع اليد الواحد توفيق التوفيق في التأسيس أكو بعض الأفراد موفقون في تأسيس المؤسسات كان أكو فد واحد في مشهد يبيع سماور سماور أخوة تدرون يعني شنو هذا الشيء اللي يصنع فيه الشاي هنا متداول في إيران هذا شغلة كان هذا الله سبحانه وتعالى وفقه في حياته إلى أن يبني أربعة أربعة عشرة حسينية باسم المعصومين الأربعة عشر هذا التوفيق هذه أشكال مختلفة من التوفيق وأمير المؤمنين صلوات الله عليه طبق هذه الرواية يقول لا نعمة أفضل من التوفيق أفضل نعمة هي التوفيق أفضل طلب تطلبونه من الإمام الرضا ومن كريمة أهل البيت وأنتم ضيوفهم ضيوف كرام نعمة التوفيق ما هي عوامل التوفيق؟ ليش واحد موفق؟ واحد مو موفق؟ أنا على نحو الاختصار أذكر لكم مجموعة من العوامل على نحو الاختصار هذه العوامل بعضها عوامل غيبية وبعضها عوامل طبيعية العامل الأول عدم الذنب العامل الثاني عدم التفكير في الذنب العامل الثالث عدم تصور الذنب الصور الذهنية هذه خطيرة جدا تعلمون لماذا؟ هذه الفضائيات الهابطة تخلق صور هابطة القلب خالي وإذا بالفضائيات الهابطة الكتب الهابطة تملأ هذا القلب بصور هابطة هذه الصور الذهنية خطيرة جدا لا تقولون هذه الصور الذهنية هذا مو عمل هذا مواقع خارجي الصورة الذهنية تصور الذنب ينتهي إلى التفكير في الذنب والتفكير في الذنب يؤدي إلى شنو؟ ارتكاب الذنب اليوم كنت أقرأ تقرير يقول إن نسبة الطلاق في بلد من بلداننا ما أذكر ذلك البلد ارتفعت جدا ارتفاع هائج ليش؟ من العوامل المهمة شبكة الإنترنت الشاب يروح إلى شبكة الإنترنت يشوف مناظر لا ينبغي أن ينظر إليها؟ يتحدث مع أفراد لا ينبغي أن يتحدث إليهم؟ هذه الصور الذهنية تخلق توتر في العائلة وإذا بالرجل متوتر وإذا بالمرأة متوترة وتنتهي القضية إلى الطلاق هذه الأشياء تأخذ التوفيق تسلب التوفيق العامل الأول عدم الذنب العامل الثاني عدم التفكير في الذنب العامل الثالث عدم تصور الذنب التصور من الأشياء التي تبعد التوفيق هذا العامل الثالث العامل الرابع من عوامل التوفيق عدم الإنغمار في الدنيا المحلل الإنغمار في الدنيا وإن كانت محللة تبعد التوفيق إذا واحد بالليل أكل طعاماً لذيذاً والشبعة من الطعام يتمكن يقوم إلى صلاة الليل يقوم له ميقوم ميقوم ما يتمكن أما إذا أكل طعام خفيف يقوم إلى صلاة الليل إذا واحد أكل عشاءاً وأدخم وقرأ ليلة الجمعة دعاءكم يشعر بالتفاعل ويدعاءكم واحد متخم تجي لحالة الضراعة وحالة الخشوع وحالة الخضوع لا أبغض بطن إلى الله سبحانه وتعالى بطن مملوء أما عندنا راجعوا في الكتب صلاة الجائع تدرون بالعالم الآن أكون ملايين الجائعين نحن الآن غارقون في النعم جائع واحد جائع يومين ثلاثة يام ما ما كل شيء عندنا صلاة في الفق صلاة الجائع يصلي لله سبحانه وتعالى لكي يشبعه الجائع كيف يصلي الغريق كيف يدعو الله سبحانه وتعالى الإنغمار في الدنيا المحللة يسلب التوفيق هذا العامل الرابع عدم الإنغمار في الدنيا المحللة العامل الخامس وأوصى الشباب بذلك بروا الوالدين بروا الوالدين من العوامل المهمة في التوفيق تدرون دعاء واحد يدعو الأب لكم إيش قد إلى قيمة دعاء واحد الأم تدعوه لكم إيش قد إلى قيمة عند الله سبحانه وتعالى الأم حطمت كيانها لأجلنا الأم دمرت نفسها وأعصابها وكيانها لأجل هذا الطفل لأجل هذا الجنين الأم هو يئلها حق وحق الأم أكبر من حق الآب بكثير دعاء الآب دعاء الآم خدمة الآب خدمة الآم من عوامل التوفيق المهمة هذا هو العامل الخامس أحد الشباب يقول ليلة من الليالي كنت أريد أن أدخل غرفتي وإذا بأسمع سعال يأتي من الغرفة المجاورة سعال والده كان مريض فيقول أنا فكرت أدخل في الغرفة ما أدخل في هذا الوقت من الليل كان منهك قلت لا فذهبت إلى المطبخ وهيأت له الدواء وذهبت إلى والدي وأعطيته هذا الدواء يقول والدي شرب الدواء وارتاح وهدأ يقول بعد ما أعطيت والدي الدواء شعرت برغبة في صلاة الليل نفس اللحنة ذيش الليلة صليه صلاة الليل يقول الآن ماضي على ما أتذكر أكثر من عشرين عام وأنا لم أترك صلاة الليل هو ذاك الموقف لوالده أمام والده خدمة الوالدين احترام الوالدين الاحتمام بشؤون الوالدين بالذات عندما يأخذ الضعف منهما كل ما أخذ شايفين عجلات السيارات هاي تحتك بالشارع احتكاك النتيجة شنو؟ تتآكل هاي العجلة هذا الأب المسكين والأم المسكينة سبعين عام محتك بالحياة بمشكلات الحياة بدنة ضعيفة أعصاب ضعيفة تحمل قليل الأبناء لازم يتحملون آباءهم وأمهاتهم يخدموهم يخدموهم برغبة مو بانقبال وبكفهرار لا بشوق برغبة هذا من عوامل التوفيق في الدنيا والآخرة هذا العامل الخامس من عوامل التوفيق العامل السادس وأختصر الدعاء إلى الله سبحانه هو أحد يطلب من الله أن يجعله موفقا العامل السابع الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليه وبالذات بالإمام الفسين صلوات الله وسلامه عليه وبالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الارتباط بإمام زماننا هذا جدا مهم كم رقية عندنا؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه له بنات متعددات لكن رقية له الشأن معين كم مليون واحد يرحون إلى مقام رقية صلوات الله عليها؟ من 1400 عام إلى هذا اليوم كم مليون رائحين؟ من الدرية؟ عشرات الملايين مئات الملايين إلى يوم القيامة كم واحد يروح إلى مقام رقية صلوات الله عليها؟ لماذا الله اعطاها هذا المقام؟ بعض العلماء يقولون الارتباطها الشديد بإمام زمانها الإمام الحسين صلوات الله عليه منه الآن إمام زماننا؟ الإمام المهدي الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه جداً مهم من عوامل التوفيق أن تعيشوا مع الموفقين لتعيشون ويا الأفراد غير الموفقين إلا بقدر الضرورة أكو هناك أفراد موفقين أكو أفراد إيجابيين يقولون نعم يشجعونكم يدفعونكم وأكو أفراد سلبيين كل يقولون لا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ الروح الإيجابي يتأثر فيكم الروح السلبية يتأثر فيكم أكو في التقرير الآن ما أريد أذكر تفصيل حتى الماء قولوا له كلمة إيجاب يأثر فيه إيجابة وهذه الذرات الصغيرة التي فيه تتقذ أشكال لطيفة جدا كأشكال الثريات هذه الذرات تحت المجهر يتبعون قولوا للماء كلمة مثبتة وإذا بهذه الذرات تتحول إلى أشكال بشعة أكو تقرير علمي مطول حول ذلك حتى الماء يتأثر بالتشجيع وبالتثبيت بالكلمة الطيبة وبالكلمة الخبيثة وإحنا مكونين من ماذا من ماء كم من بدنا ماء بدنا جد من ماء ثلاثة أربعة تقريبا ماء تقريبا إن تقولوا كلمة طيبة هذا يأثر في كيانكم إذا واحد قال كلمة خبيثة يأثر في كيان عيشوا مع الإيجابيين هاي من عوامل التوفيق مطالعة تاريخ الموفقين من عوامل التوفيق التصميم على أن يكون الفرد موفقا هذا أيضا من عوامل التوفيق أكو بعض الأفراد في الحياة لا لون لهم ولا طعم لهم ولا رائحة أي أثر مائلة إذا غاب لم يفتق أثر مائلة وإذا حضر ما حد يفرح بحضوره خليفة مات لم يحزن له أحد وآخر قام لم يفرح به أحد بعض الأفراد ما لهم أثر بالمجتمع وبعض الأفراد وجودهم خير بركة الناس يحبوهم يبحثون عنه يتلهفون إليه واحد يسمم على أن يكون موفقا في الحياة أنقل لكم قضية صغيرة وأختم الموضوع كان أكو رجل يبيع المجوهرات هذا الرجل أولاد ما كان عنده أكو بعض العوائل ما عدهم أولاد طبعا هذه الحالة قابلة للتغيير بالدعاء والتضرع عدنا عدنا كثير من القضايا أنه عائلة أفراد ما عدهم أولاد ما عدهم الأطباء قالوا العلاج مو ممكن ولكن بالدعاء حلت المشكلة وآي قضايا عدنا هذا الرجل أولاد ما كان عنده في يوم الأيام خاطب الله سبحانه وتعالى قال يا الله أنا أولاد ما عندي وأنا أنتهي الفرد الذي لا عنده أولاد ينتهي أكوفة خاطب من آدم من أبينا آدم ممتد عبر ألوف الأعوام إلى هذا بموت هذا ينتهي ذلك الخارب ذرية بعد ما عندي أنا أولاد ما عندي بقاء بالأولاد ما عندي فألهمني عملا لأبقى في ذلك العمل العمل يبقيك الآن أنتو إلى أي بلد ترحون من هم الباقون اللي إلهم أثار في قوم تسمعون بإسم مسجد الأعظم منه بناح المرجع البروجردي باقي بهذا العمل عندما ترحون إلى مشهد مسجد قوهرشاد قوهرشاد منه هي إمرأة ضمن ألوف النساء كلهم راحوا لكن قوهرشاد بقيت بمسجد قوهرشاد قال يا الله ألهمني عمل أبقى بذلك العمل الله تعالى ألهم هذا الرجل أن يؤلف كتابا طبعا مو شغلة ولكن ألهم فألف كتابا في الدعاء الآن في كثير من البلدان أنتم تذهبون هذا كتابه موجود وهذا الرجل الكاسب باق ببقاء هذا الكتاب تصميم الفرد على أن يكون موفقا من عوامل التوفيق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لذلك وأن ترجعوا من هذه السفرة بخير الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر